قرار القضاء اللبناني باستدعاء نواب ووزراء إلى التحقيق بقضية انفجار مرفأ بيروت ما زال متفاعلا في الأوساط السياسية والقضائية والشعبية البرلمان اللبناني وفي رد فعل أولي رفض رفع الحصان عن النواب مطالبا بتسليمه الأدلة الواردة بالتحقيق التي من شأنها إثبات الشبهات للتأكد من حيثيات الملاحقة ولكن القضاء رفض الأمر حفاظا على سرية التحقيق وفي محاولة جديدة لحماية النواب والوزراء المطلوبين للتحقيق لجأ عدد من النواب لتوقيع عريضة بطلب التحقيق معهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وهو ما وصفه قانونيون بالمناورة بهدف تهريبهم من قبضة المحاقق العدلي طارق بطار وفتح تحقيق موازن بمحكمة وهمية في البداية وقع على العريضة نحو ثلاثين نائبا ولكن بعد تسريبها الذي أثار ردة فعل شعبية واسعة واتهامات للموقعين بالخيانة توالت الانسحابات وانخفض عدد الموقعين إلى أربعة وعشرين نائبا مما جعلها بحكم الساقطة قانونيا حيث يتوجب أن يوقع على العريضة ستة وعشرون نائبا لتصبح سارية المفعول ويطالب أهالي ضحايا المرفأ واللبنانيون بإسقاط الحصانات عن المسؤولين السياسيين والأمنيين المطالبين للتحقيق للكشف عن حقيقة الانفجار الذي غير وجه العاصمة وكشف حجم الإهمال الرسمي الذي تسبب بأكبر مأساة في تاريخ بيروت ترجمة نانسي قنقر